السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة أخبار الوظيفة مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله سنتحدث لكم في هذا الفيديو عن طريق التسجيل في مباراة الحرس الملكي برسم سنة 2023 أولا قبل شرح طريق التسجيل لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد إذن على بركة الله أولا تقوموا بالدخول إلى رابط تسجيل بالنسبة الرابط أنا سوف نجل لكم في صندوق الوصف إذن ستظهر لكم هذه الصفحة كما تلاحظون هذه الصفحة هنا في بوستولي ننتظر قليلا وهنا أتدار لكم هذه الصفحة كما تلاحظون على دخل الإيميل ومدبس لكنكم لا زالوا عملتوا ضروري تعملوا كريا أنكم وهنا قد دخل المعلومات الخاصة بك رقم بطاقة الوطنية ثم الإيميل إضافة إلى مدبس وقد عاود دخل مدبس مرة ثانية إذن نحاول دخل هذه المعلومات يعني رقم بطاقة والإيميل ثم مدبس بعدما قد دخلوا هذه المعلومات قد دخلوا في صندوق إذن قد عاودوا الدخل في بوستولي هنا يدهر لكم الشروط كما تلاحظون بالنسبة للشروط المباراة هذه المباراة فهي تخص فئات الإنات والدكور معا أن يكون مترش عنده جنسية مغربية أعزب بدون سوابق عدلية بالنسبة للسين المطلوب ما بين 18 سنة كحد أدنى و23 سنة كحد أقصى بحلول فتح دجمبر من سنة 2023 بالنسبة للمستوى الدراسي على الأقل السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي كاملة وأن لا يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا يعني خاص المترش حين يكون عندهم مستوى الثالثة إعدادي وميكونوا حاصلين على شهادة الباكالوريا ذو بنيازي 8 جيدة بالنسبة للمطلوب فئة المباراة فئة الدكور على الأقل متر و75 وفئة الإنات على الأقل متر و65 حاملا لبطاقة التعريف الوطنية قد تم قبوله من طرف لجنة الانتقاء الأولي إذن من بعد ما طالعنا على هذه الشروط كما لاحظتم نضغط هنا في الأسفل فهذه الخانة يعني كالضغط في هذا المربع من بعد كالضغط السويفون ننتظر قليلا ربما الموقع عليه الدغط هنا كما تلاحظون كين ثلاثة لطاب بمعنى كين ثلاثة مراحل الدخل والمعلومات الخاصة بكم هذه المعلومات السهلة يعني لا داعي لشرحين بالتفصيل أولا نوم بمعنى الاسم العائلي والشخصي باللغة العربية واللغة الفرنسية هناك تختار الجنس هل ذكر أم أنت إذن نختار مثلا ذكر بمعنى الاسم الأب إضافة إلى نوم دماغ يعني الاسم الأم هنا الدات دونيسونس ثم ليون دونيسونس بمعنى تاريخ الازدياد ومكان الازدياد هنا غيجيون كتختار يعني الجهة على سبيل مثلا نختار جهة الدخل والدهب هنا بخوفنس يعني كتختار كذلك يعني المدينة أو واش والدهب أو لا أو سرد وهنا أضغاز يعني العنوان وهنا الدخل الطول بالسنتيمتر يعني شحل فيك من طول واش متر وسبعة وسبعين متر وثمانين إلى آخرين مثلا نعملوا متر وثمانين هنا الوزن كذلك الدخل شحل فيك في الوزن يعني واش تلين وستين أو سبعين كيلو جرام إلى آخرين غير وواحد الملاحظة بالنسبة الطول ما تعملوا لا فصيلة لا نقطة هنا كود ما صار بمعنى الرقم الوطني من بعد كتدخلوا رقم الهاتف وهنا نمبر باسبورت وهذه راح ماشي بالدرورة يعني أهم حاجة وهو أخصكم تعمروا هذو العالمات اللي عليهم النجمة إذن غادي نحاول ندخل هذه المعلومات كاملين كما لاحظتم من بعد ما كتدخلوا هذه المعلومات كتدغطوا السويفون باش نتقلوا لطاب الثانية إذن دغطوا السويفون وهنا دارت لنا هذا لطاب الثانية كما تلاحظون هنا أولا نيفو سكولير كتختاروا يعني المستوى اللي عندكم واش الثالثة إعدادي ولا أولا باك أو لا ثانية باكالوريا يعني عملوا الثالثة إعدادي وهنا عدد دخلوا المعلومات الخاصة بمستوى الدراسي يعني أولا هنا برومير كتختاروا يعني اسم المؤسسة لقرأت فيها مستوى ابتدائي تعليم ابتدائي كذلك هتعملوا فيل بمعنى المدينة ونفس الآن في هذه المرحلة الثانية سيكوندا كوليجيال يعني هتعملوا مؤسسة اللي قرأت فيها التعليم الإعدادي وتعملوا المدينة وهنا كواليفيونت كتعملوا كذلك اسم المؤسسة اللي قرأت فيها مستوى الثانوي وتعملوا اسم المدينة من باك أن تقلون هذه المرحلة ديبلوم دو كواليفيكاسيون بمعنى إذا عندك ش ديبلوم كواليفيكاسيون كتختار أولا النبو وهاش تكنيسيان أو لا سبيسياليزاسيون أو لا كواليفيكاسيو يعني على حساب متى إذا عندك ش ديبلوم واللي كتختاروا يعني هاداك النبو هتعملوا فيلياغ دولار فورماشيون إضافة إلى السنة اللي اخدتوا فيها هاداك الديبلوم وهنا كذلك إذا عندكم ش ديبلوم يمكن لكم نضيفها في هذا الطابل وتعملوا المدة يعني لدوزتها في هاداك الديبلوم وهاش سنة أو لا ثمن أشهر إلى آخره هاد المعلومات راماشي إجبارين هاداهم معلومات إضافية يعني اللي عندهو ديبلوم أو لا شي ديبلوم يمكن له يضيف هاد المعلومات وإذا ما عندك ش ديبلوم أو لا يعني هاداك الديبلوم راح تخليهم فارغين وهنا في هذه الخانات ميلياتيغ إذا كدوزت تجنيد الإجباري هتعمل وإذا ما كودش هتعمل وكذلك هتعمل صندق دولار فورماشيون بمعنى في دوزت تجنيد الإجباري هنا هنعملون نون وهنا في المرحلة الأخيرة بيرمي يعني إذا عندك شي بيرمي كتختار نوع البرمي وإذا ما كانش عندك ما تختارش البرمي من اللي كتدخل هذه المعلومات كاملين وكتختار يعني البرمي إذا عندك كتمل السويفون باش ننتقل لطاب ثالثة وهو المرحلة الأخيرة إذا هنا دهرت لنا لطاب ثالثة كما تلاحظون أولا قبل ما تضغط في هذه الجي أكسبتي ضرور يتأكد بلي جميع المعلومات صحة حنا مادم تأكدنا بلي جميع المعلومات صحة كنتضغط في هذه المربع الجي أكسبتي ثم كنتضغط في هذه المربع الثاني في الأسفل من بعد كنتضغط في جونسوي باع الروبو في الأخير كنتضغط في أنفوي وتنتظر قليلا حتى تدهر لكم صفحة ونعطى لكم واحدة الرسالة في الأعلى هنا في هذه الحالة كتكون تم تعمل التسجيل في مباراة الحرس الملكي بنجاح يعني كنتضغط تخرجوا نتائج كي لا توصيل لوالو آخر مرحلة هي هذه كما تلاحظون إذا هذه هي طريقة التسجيل في مباراة الحرس الملكي برسم سنة 2023 إن شاء الله فورا من لاعين طلاق إن شاء الله الإعلان عن النتائج غاد نوافقكم بأي جديد عبر قناة إخبار الوظيفة فالآخر كنتمنى للفيديوين الإعجاب بكم وما تسوش الدعم للاشتراك وقموا تفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد والسلام اشتركوا في القناة